أمنيا حجزت فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط أزيد من 500 قرورة جنبية الصناع في منزل أحد الأشخاص بالمنطقة الصناعية بالأغواط على إثر معلومات تلقتها الفرقة تفاصيل العملية في مايكروفون نصر جايدي تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط بعد ورود معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 53 سنة بتهريب المشروبات الكحولية الأجنبية الصنع بعد وضع مخطط محكم تم توقيف هذا الأخير رفقة شريكه البارغ من العمر 54 سنة مع ضبط بحوزتهما كمية من المشروبات الكحولية تقدر ب551 وحدة من مختلف الأنواع والإحجام كانت موجهة للبيع والترويج بمدينة الأغواط تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الجزائية المتعلقة بالقضية مع تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة